السلام عليكم أحبتي في الله كل عادة مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم شهيوات جزائرية اليوم سنحضر مع بعض تحلية منعشة بذوق الليمون لكن بطريقة مختلفة وذوق جديد وبالزاف تخيزون تابل وبن رهيبة أول خطوة رح نقوم بها رح نجيبوها في 100 قرام شوكولا بيضاء نضيف عليها 30 قرام كرام فراش ورح ندوبها في بماغي مع التحريك المستمر حتى تدوب شوكولا وتتجانس مع الكرام فراش ونتخلصه من كامل حبيبة شوكولا بعد ما دبت شوكولا تغير رح نحيها من الحمام المائي ونخليها بجي حتى تبرد وفي وعاء آخر اللي سبقه وحطيته في المجمد مدة دقيقتان رح نحط فيه 160 قرام كريمة الخفق اللي لازم تكون باردة هنا خياتي أنا كرام فراش أو كريمة الخفق اللي استعملتها غير محلات ورح نضيف عليها مبشور حبة ليمون من الأحسن أنها تكون كبيرة أو تقدروا تديرو زوج حبة ليمون ورح نخفق الكريمة تاعي بالضراب الكهربائي حتى نتحصلوا على كريمة تكون متماسكة بهذا القاوة ورح نضيف عليها شوكولا اللي سبق لي ودوبتها بعد ما تكون بردت شوية ونزيد نضربهم شوية حتى يتجانسوا كامل المكونات مع بعض وفي كيس حلواني رح نفرر الكريمة اللي تحصلنا عليها ونهديه لادوي اللي استعملتها رح نجيب هنا كمية من الحليب والبسكويت بودواغ رح نقسم البيسكويت تاعي على اثنين أو ثلاثة يعني حسب الفيرين اللي رح تعملوا فيهم المونتاج رح نغمس البيسكويت تاعي في الحليب ونحطوه في الكؤوس نحطوه كقاعدة نحاول اني ما نخليش فارغ بش ما تهبطش الكريمة يعني هكذا بش نتحصلوا طبقة تاع بيسكويت بودواغ وطبقة تاع الكريمة نعمل كامل الكؤوس اللي عندي وهنا بالنسبة لي بيسكويت بودواغ اللي عملتهم في التحلياتي شافية بذوق الليمون بعد ما عملت الطبقة من البيسكويت رح نجيبوا الكريمة اللي تحصلنا عليها نعمل بها طبقة يكون سمكتحها من واحد سنتيمتر حتى الواحد ونصف وراح نكرر العملية رح نزيد نحط طبقة من البيسكويت ونزيد أيضا طبقة من الكريمة يعني هكذا حتى نكمل كامل الكؤوس اللي ودائما تحاولوا انكم تغمسوا اللي بيسكويت من الجهة اللي ما فيهاش سكر وفي الأخير رح نعملوا دي غوزاس بهذا الشكل بعد ما أكملت كامل الكؤوس تاعي أنا المقادير اللي سبقت وغطيتها لكم أعملت لي ربع كؤوس متوسطة الحجم رح ندخلهم للثلاجة ومن الأحسن تخليوها من ساعتين حتى لثلاث ساعت هكذا بش البيسكويت بودواغ تحنا يطلق روحه والكريمة تزيد شد روحه أكتر هنا بعد ما جازت ساعتين ها التحلية تاعي في الثلاجة رح نزيدها بمبشور ليمون وشرائح ليمون بهذا الطريقة وهنا حبيت نستغل أيضا الفوتات تاع اللي بيسكويت حبيت نزين به وانتوما تزيني بقى دائما اختياري لتحب تعمل مكسيرات او اي شي متوفر عندها وهذا هو الشكل النهائي حبيباتي تاع التحلية كما قلت لكم ضو قهبال صدقوني ان شاء الله تسييوها اكيد باكم شرح تندموا عليها ونلتقي في فيديو لاحق وسلام اشتركوا في القناة